اشتركوا في القناة 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 هيك مفتوحة عليه وعلي ما تخوفني يا نوار اللي بيسمعك بيقول ابصر شو عامل نوها انا حكيت اللي عندي فهمي ابنك اشتركوا في القناة يلا، يلا هانت يلا شدي أكثر شوي يلا هانت، هانت، يلا يلا كمان شوي يلا يخوتي، دقيقة حيطلع راسك شدي عشان ديني يلا عشان رغبة بعزتي، رغبة بعزتي يلا يلا شبتي، يلا آخر شدي، آخر شدي يلا عشان عندك نعم ماذا صار يا شماعة؟ جاء جاء ماذا هل أنت؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منقمة نحن بنضعي على العالم حرام عليك بعدين أنا ما هيك ربيتك ولا وهذا ناس هاد هاد زي الثور لو شوفيه كيف يعامل الناس اللي عنده وانت شو بدك فيه كيف يعامل الناس خليك بحالك ودير بالك على حالك هاده همشي طيب ماشي هاده بدل ما تنبس طيلي وتفرح لابنك بأنه ناجح يعني وإلى وضعه ها ردي على جوزك ردي أنا لعم خوفك ولا شي بس أولاد الحرام كترانين بالبلد بدي ياك تدير بالك على حالك ولا أولاد حرام ولا إشي محدش بقدر يعمل لإشي أنا بتحدى أي حدا في الاتحاد وفي شركة أنور علي إنه يعمل اللي أنا عملته واللي بقدر يعمل اللي أنا عملته يا ستي مبارك عليه الاتحاد وغير الاتحاد كمان خلاص وطي صوتك يمكن رجع أنا بدي أروح ما بدي أشوفه لك وين قايم تروح وأعود خليك معي شوي يا أمي شوفته بتسمي البدم خلاص خليك يا أمو لك أعود ولا منبسلة صارنا زمان ما صهرنا سوا ماشي مش آنك بس هالمرة مش آن يعني السلام عليكم عليكم السلامة لين عندوش شو وين أنا عاني الفاضي ولا ما عارك شده قولك أمالي ايش في عندو شحكي والله العالم بطني التشتي شو؟ والله هيك طلبوا ميت ألف ليرا؟ بيقولوا أنه المنشور سبب لهم أضرار أكثر من هيك والأجم من صندوق كذوز رجعين حكين ميت ألف يا بيك بلا بيك بلا بطيك انت واحد ازعر ومتآمل معهم بدي أكدحك مليون جاف على وجهك ما بسمح لك بديك تسمع ليه ما تحدي معلم هاي الطريقة وعدو الله ايش فيها معلم؟ سامع بدي دفعني ميت ألف ليرا ايش؟ باعدك ساكتلو؟ لا بديش هسكتلو أنا ازعر سري بدي زر ازعر بديك تحك مليون جاف اسمع اسمع يا بعدنان اسمع انا ما بدي ادفعكم ميت ألف انا بدي لاجي لكم طريقة ما تدفعوا فيها ولا قرش احمر ابتحشي من عقلك؟ اه من كل عقل يا بعدنان طب اكت 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 طب من اول حشي ارتاح هات لك كذوز هات لك كذوز هاتي سلامك كذوز احشي اخذ الشيطان يا بعدنان والله يخذ الشيطان ما انتهزيت بدني برق ليش جايب النوات؟ بمممممممم ميشان اشوفيك هيك لك انا بتحبي نعود بشي مكان؟ لا بس خليك معينا وابق في الباص هيك لك انا هلا انا صارلي ساقة بستنى فيكي عشان تحكيني تعال بس معي على موقف الفاص بس انا ما قلت لك تيجي طب انا اجيته خالص عشان تتعلم تحقشني بتلفوناتك لا انا احرشتك لك انا مفكك بابا بصدق كل الحك اللي بتحكيه طب إيش أعمل؟ ولا إشي، احكي الصحيح قول إنك زميل نوك بالجامع شفت بقى صعبها؟ آه كتير صعبة شاكت بقى صعبها شاكت بقى هي خاضر يلا فضلي مش قادر تتعود؟ عن شو قصلك؟ تملي قرايب ولا عمري بتعود إلا مش قادر تقرأ كتب جيب مجلة لا مجلات ولا جرايت خليتهم نفارس طيب لو كنت مكانه شو بتساوي؟ هاي هو مش ملاقي شو بي وما بتفشش زيك وأنا بشو بتفشش؟ يا سلام يعني مش شايف حالك كمان ما في إشي بيعجبك أوعي يا فوزية، أوعي أنا قصدي إنك ما تضل هيك مش منيحة لك أنت صاير عصبي ما بتتحمل حدا تعبان، تعبان يا فوزية حاس روحي بدها تطلع ما القعدة بالبيت بالتعب؟ طيب وين أروح؟ ما أضل حدا من اللي بعرفه يا حبيبي يا فخري، اسمعني بس وخليني لا الله يخليك يا فوزية، لا ترجع تجيبه هاي السيرة اسمعني بس، وما حدا رح يرجبرك على شيء تفضلي انت صرت كبير شو صرت كبير؟ لسا بارح خلصت جامعة متذكر كم سنة تأخرت في الجامعة والمدرسة؟ بدك تضليك تفتحي وراك قديمة؟ معلش، آخر مرة بس أنت لازم تتجوز طيب، ومين اللي بدها ترضى فيك؟ ألف واحدة بتتمنىك يا حبيبي مش هذا المهم، المهم ألاكي واحدة أنا بتتمنىك دعوه يا أبا؟ يا أبا؟ الحمد لله، السلام حسنا شوفي لها الغزاء طيب، شغل إشبعك؟ هيا بية شبعني يا بنت الناس طالع زي القمر زيك انتي مش زيي يا حبيبي الله حكيلي وحكيلي ونصبخ النوم ما بيفهم هلا بده يفهم شو مالك هذا بنعواج النمي ليش ممكن ليش ممكن سال على بي وبعصر ما حشوف له ميت يا شحارنا ومنهل بدنا ندفع تلها المصاري وابعدنا مش لما يربحوا الكذية بالأول طب وإذا نبحوها نخسر كل إشي يا معدنان شو يعني كل إشي يا معدنان يعني العمارة والكنان الفاضية والكنان المليانة والمصنع وحتى بدهم يلاحقونا على عفش الدار طب البنك بيعطيكاش البنك بده يركل عشان يأخذ اللي له أي هو فاضي يسد عني يا شحارنا على المصيبة الله يخسرهم كابل ما يخسرونا شكها العمر طب المحامي شو كال يا معدنان المحامي بده أتعاب وألفين لير ليكون أعطيته ومنين بده أعطي يا معدنان وأنا معي أعطي بده أروح أشوف البنك بل كنقدر تعمل إشي ولكم شو تسووا؟ ما لحق تروحوا عند المعلم عواد دقيقتين خربتوا الدنيا أبعد انزل يلا أجل ما هروح أروح أجل ما أنزل خلص أبعدوا عنها شو شو يا؟ ما بسحلكم من الصبح تشغلين فيها؟ إذا ما إستبيج المعلم لأم عوادنا كل بهداء لنزل ها 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 بدي تعتذروا من السيارة بوس بوسها باعتذر منك الله يشفيته ها 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 يالله بوس أنا المعلم بدي تبوس بوسه أبوسها وتنزل؟ آآ يالله يالله أبوسها أنا والله بدي أحكي لكم شغلة لوجه الله بتحب حدا يفتح بطنك وصير يلعب في معتك وفي مصارينك وفي صورتك وفي الشغلات الثانية هاي اللي بتشتغل وبعدين يتركك هيك ويروح أراك بني آدم هاي سيارة ماما هي كمام بتحس إن شاء الله يارب يمسكوك سيارات يفتحوا كرشك ويضلوا ويشتغلوا فيك يشتغلوا فيك ويشتغلوا فيك ويتركوك يا حيوان مجنورة كم شغل ما روح؟ كل شي بحس ولا لا متسوس كل شي بحس يعني تأجلات تأجلات وبطلوع الروح بس انت حجيت لي بدها ستة شهر يا بيك الجماعة رامين بكل ثقلهم عشان يصدر الحكم بأسرع وقت يعني فكرك ضامنين هاي يمكن يربحوا القضية بس لا يمكن يربحوا المئة ألف وهل عليش مئة ألف؟ الدعايات اللي كلفتهم واللي رح تكلفهم عشان يرجع اسمهم مثل ما كان قبل ما توزع منشورك كسكون ستوانكا خسرتهم هالكدي ولا أنا مسدك ولا المحكمة رح تسدك عندي إليك اقتراح شو؟ شو رأيك إن ساومهم على عشر آلاف؟ عشرة آلاف؟ والله يعني بصير بس أنا بقول لو هيك يعني تحتي محهم تنزلوهم سووهم لسبعة لثمانية بس إيه ده مارضو؟ أه؟ خلاص على بركة الله يا أبو عدنان ما بيزبط أجل من عشرة وبعدين إذا المحكمة وافقت بنوفر عليك تسعين ألف والله إيه؟ ماشي ماشي إيه ده عشرة عشرة وهيك هذا معروف ما بنسألك إياه توكلنا على الله والنعم بالله نور كيفك؟ أهلا الفارس كيفك؟ أنا منيح في إشي؟ لا ما في إشي بس حبيثني أسمع صوتك مش أكتر تسلم بس شوية مشغولة ممكن نحكي بعدين؟ مشغولة؟ خلاص نحكي بوقت تاني مع السلامة يا طرجة إيش معلم؟ أبين معك شو الصوت؟ حبيبي أحكي معي أنا المعلم عمران أبين معلم عمران؟ ها ها هذا الصوت الصوت خرخرة لأن حضرة جنابك ماشي عليها بدون زيت وأنت شو مفهمك بهاي القصص؟ ها أنا شو فهمني؟ خليني أخذك على قد عقلك أنت بس يش حتزورك شو بتاخد؟ زيت خروع بالضبط والسيارة بس يروح صوتها تمام؟ وتصير خرخرة بتاخد زيت سيارات بضحك فض ماهم ضيقها لسعاد بضحك من سعاد أيضا؟ من سعاد؟ حبيبيتي سعاد خربتها وأنت ماشي عليها زي له طلب هاي سعاد؟ هاي سعاد طبعا يلا بوسها ماشي يا أبو سعاد ببوسها أبوسها جد؟ واعتذر اه تحقي جد انت؟ بوس السيارة واعتذر أسفيني يا سعاد خلص وأسفيني يا أبو سعاد حبيبي وكل يوم بتطلع الصبح بتفقدها بتشايكها بتحكي معها بتحضنها أغطي لك يا هاجب ما تنام شمال إذا في عندك شادر بيكون منيح أبسر شو بيكون وضع نايف في البرد؟ نايف لا بهم ولا برد ولا شو يعني انت بهمه؟ طبعا بهمني أنا ما في شي بكره بحياتي أكتر من البرد وليش لابس؟ المواعد واحد صاحبي بس إذا بتحبي بنتطلع أنا وإياكي بلك بتغيري جو ها؟ شو قلتي؟ بيقولوا بجوزة مطر بعدين خالتي ما بتحبي سواقب هيك جو قالوا إن شاهد مش عمتوقف الناس واكفي في الدور ما عملها؟ أخلينا معلم أبعد يا بك إيش بتساوي؟ بفك فيها هيك مفكوا فيها هيك؟ والله ما بعرف يا معلم كم مرسيت معلمك أنا؟ والله ما بعرف يا معلم إيش تغيل؟ عدراسي تعال أقول له هسا ليش بس إحنا مش تغفيش شغلك؟ يا معلم ما اللبنانية مسايترين على الموضوع كله ولو؟ يا بعرفوا فيك لبنانية مش رايسك تو عليك ما أنا تلميزك لصغير شو راية تنزل ع بيروت ونسهر سهرة على زوءك؟ والله يا ريت جاء عبالي بس هفيش ليه؟ نسيت إنو مرتي نفسها؟ يا عمي هلأ إنت شو بلغ تعمل لمرتك؟ ما هي يومين؟ يومين نسهر سهرة على زوءك وليك يا بيروت؟ إذا حابب تزور أهلك حكيلي بلغ شلفوا الدوران الله هيك الله يسامحك وإذا حابب تسهر تسهر هون جنب البيت والشغل شو المشكلة؟ أثم أبضك بضكة سمعنا يا أبو نبي أحنا ما بدي أحكى قدام مالك بيك بس يا جماعة الحكبين قال والله الاتحاد يبيض الوجه مزبوط مزبوط يعطي العافية الله يعافيك أنور بيك هم؟ شوفي كمان؟ في زيادات للموظفين السنة الجاي بس الزيادات راح تكون لأكم من موظف لأنه بصراحة مش الكل بستاهل أنا طلعت على القائمة بس لاحظت أنك مش حاط اسمك مع الزيادات عاد، مالك بيك أكثر واحد بستحق زيادة أنا ما بدي زيادة هاي السنة مالك بدي سيارة السيارة بدي أهل الاتحاد أنور بيك مش ليلي هم؟ يعني ما بديك زيادة هسه إذا إنتوا شايفين أنا بستاهل زيادة بتعطوني زيادة بس أنا أهم شي عندي هسه السيارة السيارة ضرورية لتنقلاتنا في الاتحاد وأنتوا بتعرف أنه أنا كل ساعة بمحل موافقين على السيارة مشيه؟ طب شوف بنك ثاني جي بدأ أشوف بنك ثاني طب ما هي العمارة والمصطنع مرهنات للبنك وحتى البيت اللي على درجة الفرون مرهول لبنك ثاني لا حول ولا كوة إلا بالله والكيد كدش بدهم منك والله أنا رأيهم عدنان بلاش تسمع الرقم أحسن ما تغوطني بدهم ثلاثين ألف دينار وال؟ وشو هدول؟ هذول التسهيلات اللي عطاني أهني البنك حبيبي ما بدك تحمله؟ لا بدش يحمله أسا ما بحبش يحمله أول هو زهير شيف حبيبي بابا بخاف يحملك لا ترد عليها سمعنا أبوك أنا عندي شغل؟ هتأخر لك شغل ولا صهر؟ شو مالك؟ صهر عشان الشغل عندي اجتماعات في من وراها مصاري شو مالك؟ طيب و بالك احتشتك برن عليك بأتطمن عليك وعلى خلبه دير بالك يعني شو هالفارس هاد؟ قدي الشعر وحلو؟ نثره أحنا الشعر وده مزاج و النثر؟ وده أجواء وهاي الأجواء المناسبة للنثر بس فارس السا ما اشتغل أوف معهول؟ هاد جامع يا ابن الحلال؟ خليها مستورة آه انت قلتلي قبل هالمرة بدك تحكيلي ولحد هلا ما حكيت مو راضين يعطوه حسن سلوك لا بتحكي عن جال؟ لا يكون غيات رأيك بالمخالة يا بودات لا لا أبدا أبدا أنا أنا بأمرك شو المطلوب مني؟ اشرح عليها انت ولا تخليها توصل لمصلح هاي بسيطة تؤمر تنشر ايوه ايوه وين أبو وجهم صرمج عدنان؟ تركني فهل حوسة وداير؟ كلي لها الحمارة بد الحمار يجي علي بدي اياه ايوه بصال خير يا فعل؟ الله يبسيك بالخير يا سلام اقعد شوف وجهك حشي يحشي بصراحة ما بدي ازيدها لك أكثر من لنا فيه؟ المبيعات شطبت على آخر يام؟ أبدا هو يمكن عشان الشتاء ولو أمره ما يجعلين شتاء مثل هيك الله أكبر ولا أنينة الله يجعل لا أحد أباع ولا أحد أشتراه الله الواحد كريف فضال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يقعد يقعد يا الله أجلت شهر يا أبو عدنان ايوه هيك بدي اياك مطمطهم ولوّعهم عبين ما أدبر حالي أنا أصلا هدفي أمطمطهم وأغلبهم لبين ما نتوصل لتسوية أقل من عشرين بكثير إصحك يطلع الحكم قبل الصيف يقبل الصيف العلل محبوسة وطلّاها عليك على الفجر طيب عن إيش بتلعب؟ هيك قدي طيب شو رأيك تتحدّاني؟ وال 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 حبياني معه وصح كاش يا سيدي إذا أنت غلبتني بعطيك خمس دلنية بس إذا أنا غلبتك بضربك خمس كفوف كاملات كاملات وال شو هاتفقه يا أخي ماشي استنى والله يا رداد أنا بقول تخت صير أكثر حبيبي خمس دلنية مستعدت بس خمس كفوف بوش عين دوم جعل حظك يلا شو ومس كفوف باقسة الصرحان هاي فكروا بهن ورالي مش قادر أطلع من راسي خرب بيته حاس بغيرة كبيرة بينه وبينه يمكن أعداوي طبعا حبيبي لأنه مش قادر يعمل اللي أنت عملته ماشي بس هو وين وأنا وين معه مصاري ما بتوكل هالنار أضغير الاستثمارات والعقارات والشيء كتير كمان ما هو ما بيخلف بالآخر كل شيء رح يرجع إلك ولأمك أنت كيف عرفت أنه ما بيخلف عادي عمان صغيرة كل شيء بوصل يعني يا ست الأعمار بيد الله ما بتعرف يمكن موت قبله بس الشطارة إنه مصير زيه وبعايش مالك وققته بتحكي جاب لا بمزح شو هذا صدق بسم بهتك بس فعلا تخيل هيك النصحة الصباح اليوم يتقال الى رحمة الله تعالى انا ورعلي يكون احلى خبر في الدنيا كل حبيبي كل يلا شد حيلك رداد وضايل هالكف كنت لا وعطيك دينار عطيك لا بديش هالكرم ها يلا معنا يلا يلا ضايل واحد اخوان عشان خدها وطيح لا هون خدها وعاكل هون ما انت بتتشاطرش اللي عليك بسيطة يا انور اذا ما اخدت كل مالك ورميتك بالشارع ما بكون نسرين بستوي البالك علي شوي طب خل مستوي بتهنار هادية بصحتكم بصحتك بصحتكم بصحتك يا كبير شرفنا فيكم هادول الشباب يا كبير اني متعامل معهم من قبل هادول الشباب على كيفك وشو بدك بصير بيدي استاذي شرفنا فيك وانا ما عنديش مشكلة شرفنا فيك بس انا فكرتي انه ليش ما بيكون في سعرين زار عن طريق العقدة وسعر عن طريق بيروت وانتو اختاروا اللي بدكم ايام شان تنزلوا هالشحنين واخدوا حقكم بدل الليرة خمسة الشباب هيك حيانا هيفتحوا وخطع بيروت وخطع العهد انا ما بوقع على وراج عوادي اللي بيربطوا لسانه وبس بس يا كبير هاي التجارة اللي عبتحكي عليها موش هيك بتصير انا بالربط من اللساني ما بوقعش على وراج بياخدوا حصتهم ممكنها من العقبة ولا من بيروت هيك انتفاقنا وكل شوحنة بشحنتها انا بكالبار يا شباب خير معلوم شاء الله ما في اشي مش هالي صار للسدة السدة بتطلع فيها من زماني معلوم يعني المغل مع الناس بروش ما هو الا ما هو اللي جمار حالة الطفرانين يا معلي علها الحكي لحزم قهوتي ما أتوقف مصبوط ما هو الطفران بدور على الزنقيل بس أنا قهوتي أمره ما كان بها زنقيل مامي صار روح على قهوة ثانية والزنقيل محمس لوس يلعبوا فيها وش اللي صار وش الحل صار يروحوا على المانيو ويلعبوا الشاي والقهوة على الدين روح روح شوف شغلك هركض على طولة شيء يعني يا كبير شو كان صار لو قعنا العقد معهم انت من كل عقلك بتحكي انت كان من نصه ولو يا ابن الحلال هذول قاعدين معهم ساعتين صار بدهم يوجهوا معنا عقد هيك الشغل ما بيمشيش معايدة القصص هيك بتصير لا حبيبي مش هيك بتصير هاي الجصص أول إشي بنجربهم نفعوا بنوجه معهم عقد ما نفعوش كل واحد بروح بحال سبيله هيك أنا بفهم الشغل ساعتا كبير ساعتا كبير بكتب وبمزع قرأ لي بس أخلص منها بالأول ومتى بتخلص؟ الله أعلم طيب قرأ لي أي إشي أي إشي أي إشي؟ أم؟ أي إشي طيب رح أقرأ لك أحلى إشي يعني تاريخ الشركز؟ لا تاريخ البشرية كلها لبعدك بعز الشباب يا أبن الحلال أي شو شباب دخلت على الستين أي شو يعني؟ بعز الشباب؟ البيت هذا والشركة والمصاري والأملاك لمين دا تروح ها؟ لمين بعد نعموت؟ بعيد الشار عنك حبيبي بعد عمر طويل أنتي وإبنك رح تاخدوا كل إشي تعبي وشقاي طول هالسنين هاي تبغدتوا فيه ما أنت كنت لي إذا بحثتش الجلسة الكاظة بأجلها عواد لو إلم صار الجلعة كلها ما يقدر لي إذا أنا اعترفت أو استنكرت بس علشان أشتغل أنت ممكن تقبل فيه المهم ألم جد من الالتماس بتقولهم المعلم عواد بدوا سيارة جديدة يعني يعني من عيش مات يعني من نمج مع شهت الشباب عندهم صاررهم أربع شهور ما أخذوا ما قول نحكي بسرار ما لامس كالتايران نسلين انتصرت بي تلفون وحكاتي أنها استقارت أنا مستصع بالوضع اللي انت فيه وشايف إنه لازم تشغل حالك بشي بعدين انت صحيح كيف ترك أمور به؟ مش قصص المبريب؟ أصحب تظهر لهم أحد أدمس على باسك تظهري مهو حتى أنا أقليك تظهري موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة